السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أحبتي في هذا البرنامج الجديد واللي بحب طبعا بداية أهنيكم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بألف خير أعاده الله علينا وعليكم بكامل الصحة والعافية وربني يتقبل منكم هذا الرمضان بجميع الأعمال والعبادات بإذن الله تعالى واليوم أنا معكم في الحلقة الأولى من البرنامج الرمضاني إصطعى نجاحك بنفسك وصارت إني أصور مشاهد هذه الحلقات إخبهوني ألا فاضل وإني ألتزم بهذا البرنامج في الموسم الأول لقناة تنمينس في شهر رمضان المبارك أتمنى تتابعوا هذا البرنامج ويكون إن شاء الله بداية رائعة لكم ولنجاحكم في هذه الحياة طبعا هذا بالنوجة أخواني ألا فاضل بتكون من ثلاثين حلقة كل يوم ستنزل حلقة مسائن أخواني ألا فاضل سنرفع حلقة على قناة تنمينس عشاني أنا أقول لك تابع دائما لجديد من القناة يوميا في شهر رمضان المبارك إن شاء الله تستفيد من هذه الحلقات لكن بحب أذكرك وبأكد عليك أنه أنت تكون مشترك في قناتي وتعمل إعجاب دائما للفيديوهات لتصل لغيرك وحاول أنه أنت تفعل زر الجرس وتأكد اشتراكك وتفعيلك عشان تصلك هذه الحلقات تومية بإذن الله تعالى وبنبدأ معكم الحلقة الأولى بعنوان صفحة بيضاء إخواني الأفاضل إحنا كمسلمين وكبشر وكأي إنسان فينا دائما لازم يكون طاقة الحب والخير وفعل الخير والمحبة موجودة جواك للأسف كثير من الناس والمسلمين مقبلين على شهر رمضان الكريم وهو بيحمل يعني في جواه وفي قلبه ضغينة وحقد وكراهية وعداوة لأخيه المسلم حتى أنه كمان يعني مش لإخوان المسلمين بل لإخوانه يعني غير المسلمين عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل أنت اليوم مقبل على شهر كريم شهر المسامحة شهر فضل وخير وبركة وصوم يعني دائما أخي الفاضل لازم أنت في هذا الشهر وخصوصا أنه هذه مناسبة رائعة جدا أنه أنت اليوم تفرغ كل هذه الطاقة السلبية الشحناء والبغضاء والكراهية لجواك موجودة سواء لمسلمين أو غير مسلمين أنه أنت اليوم تتخلص منها حتى لأعدائك لو أنت تكون لأعدائك أخي الفاضل الكراهية أو الحقد أو البغضاء لازم اليوم أنت تسامح هذه الأعداء لازم أنت تكون يعني صار في القلب وتسامح كل الناس اللي أنت أخطأت في حقهم وتكون طاقة الحب هي لجواك أخي الفاضل خصوصا في شهر رمضان المبارك. إحنا لماذا أخوان الأفضل متكلم في هذا الوقت تحديدا لأنه هناك الكثير من أصحاب القلوب القاسية والصلبة يعني كثير لو أنت ذكرتم قبل شهر رمضان الكريم ممكن هو يفوت هذه الفكرة أو يتجاهل هذه الفكرة أو يطنش أو ينسى أو ما يرجع حتى نفسه أخوان الأفضل عشاني يكبر أنه هذه المناسبة شهر رمضان الكريم شهر الصوم شهر الخير والبركة هذه المناسبة رائعة لأنه إحنا نذكر بعض القلوب القاسية والصلبة اللي بيكنوا العداء والضغين والكراهية لغيرهم من الناس أخوان الأفضل أنه يراجع حساباتهم ويراجع أنفسهم ويحاولوا يتخلصوا من هذه الطاقة السلبية وأنهم يستبدلوها بطاقة إيجابية ومسامحة وحب ومودة خلال هذا الشهر الكريم. طيب أخوان الأفضل خليني يعني أربط علاقة الناجح بهذا الموضوع. لو أنت تأملت سير الناجحين وأهل القمة وليصنعوا النجاح هتجد أخي الفاضل أنهم دايما هم بيحبوا الخير لغيرهم. بيحبوا فعل الخير. بيحبوا يساعدوا غيرهم. بيحبوا النجاح أيضا لغيرهم. بل يدلوا الآخرين على طرق النجاح البسيطة. عشان هيك إحنا أخي الفاضل بنقول لك إذا أنت حبيت تنجح وتكون من أهل القمة والنجاح لازم أنت تتخلص من معاني الحقد والكراهية والبغضاء والحسد لأنه هذا أخي الفاضل بولد طاقة سلبية لديك. وأهل النجاح دائما ما بينفع معهم الطاقة السلبية. لازم أنت تمتلك الطاقة الإيجابية من أجل أنه أنت تنجح وتضمن النجاح أخي الفاضل. لأنه دائما الطاقة الإيجابية ودائما حب الخير وفعل الخير ودائما أنه أنت تقدم مساعدة لغيرك. هذه طبعا صفات هي تميز الناجحين وتميز أهل القمة. عشانك لو أنت حبيت تصنع نفسك وتصنع النجاح لنفسك لازم أنت تتخلص من هذه المعاني ودائما تتحلع بمعاني الإيجابية شهر رمضان المبارك. بدعوك تتأمل قول الله عز وجل والكاظمين الغيظة والعافينة عن الناس حتى ربنا أخواني الله فاضل بيجازيهم وبعطوهم الأجر الكبير بفقهم دنيا وآخرة. حتى أنت بالمنطق يعني علاقة النجاح بصفات الكراهية والحقد والبغضاء والحسد. هل بنفع أنه أنت تكون إنسان ناجح في هذه البيئة أخي الفاضل. يعني أنت حتى بالمنطق ما بينفع يعني باللوجيك. ما في نجاح في بيئة مثل هذه البيئة أخواني الله فاضل. عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل دائما احرص على البيئة الإيجابية. اخلق نفسك بيئة إيجابية. دائما رافق الإيجابيين فكر بالتفكير الإيجابي. دائما خليك صفحة بيضة. ابدأ هذا الشهر. هذه المناسبة أنه أنت تكون صفحة بيضة. يعني جواك الخير والطمأنينة والسكينة وإن شاء الله ربنا يوفقك في نجاحك وفي صناعة النجاح لنفسك. وخلينا أعطيك معلومة أخي الفاضل أن الدراسات الحديثة والطب الحديث أثبت أنه هذه الصفات صفات الكراهية والحقد والبغضاء والحسد. هذه الصفات أخي الفاضل بتولد فيك طاقة سامة طاقة سلبية طاقة الفشل وهذه بتعود على جسمك حتى بالأمراض الجسدية مثل الجلطات والنوبات القلبية وحتى كمان نقرس أخي الفاضل وكمان أيضا لا تكتفي بذلك بل تنعكس على مشاعرك النفسية وعلى سلوكك وإجراءك اللي أنت بتعامل فيه الناس. للأسف كلها يعني بتسبب لك يعني مشاكل صحية ونفسية عشان هيك لازم أنت اليوم تتخلص منها وبشكل فوري. إذن بختم حلقة إخواني الأفاضل بحكي لك أنه لازم عشان أنت تكون ناجح وتصدع النجاح لنفسك لازم أنت تكون صفحة بيضاء حتى كمان مع أعداءك يعني مع أعداء أو المتخاصمين قبل أصحابك وقبل زملائك أخي الفاضل لازم أنت تسامحهم وتبادر بهذه المسامحة وتخلي دائما خلقك هو الأسمى والأعلى وهذه من الضروريات اللازمة للنجاح أخي الفاضل عشان هيك إحنا بنقول لك يعني ما تكون أنه أنت متضايق أو يمكن يصيبك نوع من الإحباط أنه أنت حتبدأ بالمسامحة لا أخي الفاضل هذا خلق الأنبياء وهذا خلق الناجحين عشان هيك أنا بحكي لك لازم أنت تكون صفحة بيضاء خصوصا في بداية الشهر الكريم وإن شاء الله ربنا بتقبل منك وبكون هذا طبعا يعني خطوة في طريق النجاح أنه أنت تكون صفحة بيضاء مع جميع الخلق مع حتى أعدائك وخصومك قبل أقربك وأصدقائك وإن شاء الله ربنا يتقبل منك وتكون إنسان ناجح في بداية هذا الشهر الكريم لبالك أخي الفاضل علماء النفس بتكلموا أنه أنت لو بادرت بصفة طيبة أو بخلق وبسلوك إيجابة تجاه أعدائك وخصومك هذول هم حتى هيعيدوا التفكير والنظر أخي الفاضل تجاهك يعني هذا حتى مفيد إليك وجيد إليك أنه أنت يعني تعيد بناء العلاقات اللي من أعدائك لصالحك وتكسب هم لصالحك أخي الفاضل وهذا حيفيدك بشكل كبير في بناء العلاقات والتأثير على العلاقات أخي الفاضل علشان هيك إن شاء الله هذه الصفحة البيضاء هتكون يعني قيمة إيجابية لك وإضافة نوعية لك وميزة لك بإذن الله تعالى وفي طريق النجاح يعني هيكون شيء هذا لصالحك وفقك الله وتقبل منكم صالح الأعمال بإذن الله في بداية هذا الشهر الكريم وبحكي لكم طبعا في نهاية هذه الحلقة لازم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر للجرس وتشاركوا هذه الحلقة لغيركم الناس ليصل العلم والقيمة المعرفة وبختم حديثي بقول الله عز وجل ربنا عليك توكن وليك نبنى وإليك المصير والسلام عليكم المصير والسلام عليكم المصير والسلام عليكم